بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأشرف رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما في هذا اليوم الثلاثاء الثلاثين من الشهر الرابع من عام 1445 للهجرة النبوية نستأنف الدروس العيمية في المسجد الحرام في تفسير القرآن العظيم وفي شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لكل خير وأن يجعل هذا المجلس المبارك مجلساً تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكر الله عز وجل الحاضرين في الملأ الأعلى عنده إنه جواد كريم فضلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير قال المصنف رحمه الله تعالى نزلت هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار اشتكته زوجته إلى الله وجادلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمها على نفسه بعد الصحبة الطويلة والأولاد وكانه رجلا شيخا كبيرا فشكت حالها وحاله إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكررت ذلك وأبدت فيه وأعادت فقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما أي تخاطبكما فيما بينكما إن الله سميع لجميع الأصوات في جميع الأوقات على تفنن الحاجات بصير يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالأمور الدقيقة والجليلة وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى سيزيل شكواها ويرفع بلواها ولهذا ذكر حكمها وحكم غيرها على وجه العموم فقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم هذه السورة سورة المجادلة بكسر الدال على أن هذه الآية نزلت في خولة بنت ثعلبة حيث جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها وحصل بينهما من المجادلة والحوار والمخاطبة ما بينه الله عز وجل ويجوز أن يكون الإسم بالفتح المجادلة بناء على الصفة والوصف في حال ما ذكر كان مجادلة فالإسمان صحيحان وإن كان الكسر هو الأشهر والله أعلم هذه السورة سورة المجادلة نزلت بعد سورة المنافقون وهذه السورة مدنية لأنه من علامات السورة المدنية أن تكون متعلقة بالشؤون التفصيلية الدينية والاجتماعية وغيرها وهذه المحاورة التي تضمنت حكما شرعيا وهو حكم الظهار وبيان موقف الشريعة والقرآن الكريم وهذا الدين القويم من هذا الموضوع فهذا دلالة على أنها مدنية وهل هي مدنية كلها أم فيه بعض آياتها ليس كذلك قال القرطبي رحمه الله هذه السورة مدنية في قول الجميع إلا رواية عن عطاء أن العشر الأول منها مدنية وباقيها مكي وقال الكلبي نزلت جميعها بالمدينة إلا قوله ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم فنزلت بمكة إذن ثلاثة أقوال في هذه السورة مكية أو مدنية الجمهور على أنها مدنية القول الثاني وهو قول عطاء أن العشر الأول منها مدنية وباقيها مكي القول الثالث وهو قول الكلبي أنها نزلت جميعا بالمدينة إلا آية النجوة فإنها نزلت بمكة عدد آيات السورة إثنتان وعشرون آية عدد كلماتها أربعمائة وثلاث وسبعون كلمة وألف وسبعمائة واثنان وتسعون حرفا سميت بيء المجادلة والمجادلة في شأن خولة بنت ثعلبة وأوس بن الصامت رضي الله عنهما الذي ظاهر من زوجته على عادة أهل الجاهلية في تحريم الزوجة بالظهار منها أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر بنتي من محارمه وإن كان أكثر ذلك يكون أنت علي كظهر أمي هذا هو الظهار وسيأتينا إن شاء الله حكمه وكفارته وأيضا خطورته قال الله عز وجل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا لأنه تحريم شيء أحله الله أن يحرم زوجته عليه وقد أحلها الله له فهذا أمر لا يجوز وفيه الكفارة وحكمه التحريم وسيأتي تفصيل ذلك ما مناسبة ترتيب سورة المجادلة بعد سورة الحديد على أن المعنيين مختلفان وش آخر آية من سورة الحديد وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ختمت آية الحديد بالفضل وافتتحت آية المجادلة بالفضل فضل الله على هذه الأمة ببيان هذا الحكم على سبيل العموم وفضل الله على خوله بنت ثعلبة الصحابية الجليلة حيث بيّن الشرع حكم مظاهرة زوجها منها الوجه الثاني في المناسبة مناسبة ارتباط المجادلة والترتيب المجادلة بعد الحديد أن الله عز وجل ذكر في سورة الحديد في مطلعها هو الأول والآخر والظاهر والباطن فهذه صفات عظيمة تناسب مطلع سورة المجادلة الظاهر والباطن الذي اطلع على وسمع كلام هذه المجادلة التي شكت إليه تبارك وتعالى هل هذه الآية هل هذه السورة محكمة أو منسوخة قال أهل العلم هذه السورة محكمة كلها إلا آية واحدة وهي آية المناجاة وهي قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة أمر المسلمون إذا أتوا لمناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولعل هذا من باب التخفيف عليه عليه الصلاة والسلام وأن لا يحطمه الناس وأن لا يكثروا عليه فلما حصل ذلك نزلت هذه الآية إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة وللرسول صلى الله عليه وسلم الخلق القويم والمثل العليا والصفات والشمائل الجليلة الآن تصور أنت وأنت من أحد النسل لو أن كل واحد من الناس يريد أن يناجيك يبغى منك خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة كم تستطيع من الكلفة على نفسك وأيضا إرضاء الناس فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو المشرع والمنشغل بأمر الدعوة إلى الله جل وعلا ودعوة الناس إلى الخير جاءت آية المناجاة بتقديم الصدقة كل من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم فعليه الصدقة نسخت هذه الآية لأن الرسول رحمة للعالمين وتبليغ شرع الله عز وجل أمر قد أمر به يا أيها الرسول تبلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وأيضا من ثمار المناجاة أنه قد يصدر منها أحكام ناجت خولة بنت ثعلبة الرسول صلى الله عليه وسلم وجادلته فشرع هذا الحكم نسخ الله عز وجل آية المناجاة جاء بإقامة الصلاة أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات لما شق ذلك عليكم لما شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم أمرهم الله عز وجل أنه يكفي عن ذلك أن تقيموا الصلاة وأن تؤتوا الزكاة وأن تطيع الله ورسوله قال ذلك الإمام محمد بن حزم رحمه الله إذن السورة محكمة إلا آية المناجاة سبب نزولها سبب نزول هذه السورة ما أخرجه الإمام أحمد في المسند عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه كل الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع قد سمع الله قول لك تجادلك في زوجها إلى آخر الآية جاءت خولة إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة وفي هذا حكم عظيم قد سمع الله من فوق سبع سماوات يسمع جل وعلا ويرى وعائشة في ناحية البيت وكم تتصور حجرة النبي عليه الصلاة والسلام ما تزيد عن أمتار ومع هذا لم تسمع عائشة ما دار بينهما وقد سمعه الله جل وعلا يسمع دبيبا النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء قد سمع الله وأجاب وأجاب كما في الصلاة سمع الله لمن حمده وأيضا أجاب من حمده وهنا قد سمع الله قول هذه المجادلة وأجابها بحل شكواها أي دعا المرأة أي دعاء المرأة قد سمع الله دعاء هذه المرأة وكلامها ومخاطبتها التي تجادلك وتخاصمك وتراجعك أيها الرسول الكريم الكلام في شأن زوجها ما اسم زوجها أوس بن الصامت الأنصاني رضي الله عنه وهي خولة بنت ثعلبة تجادلك من المجادلة والمجادلة والمجادلة من الجدل من الجدل وهو جدل ظهائر هذا في لغة العرب والمراد به الإحكام والإتقان فالمجادلة مفاعلة تأتي بين إثنين أو أخرين ويحصل فيها من إتقان الكلام وإبداعه من عقد الظفيرة والجديلة من باب الإحكام والإتقان والثقة بالكلام وهذه المجادلة هي ما يعرف اليوم بالحوار بالمحاور ولهذا قال والله يسمع تحاور كما هذا من أدلة الحوار وأهميته قال له صاحبه وهو يحاوره وهنا والله يسمع تحاور كما وفي الغالب وبل من آداب الحوار أن يكون له فائدة وإلا يكون جدلا ولغوا لفائدة منه ولهذا هذه المحاورة والمجادلة التي حصلت بين خوله رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت بالإجابة والفائدة في الحكم الشرعي للظهار فجاءته خوله وجادلته في شأن زوجها فقال ما أراك إلا قد حرمت عليه وقد قال لك أنت عليك ظهر أمي وسبب القصة أن أوس بن الصامت أراد جماع زوجته خوله أرادها لنفسها لفراشها فأبت عليه وتمنعت وذكر أنها كانت تصلي وأنها كانت في العبادة ولكنه من سرعته وإنهائه على قضاء إربه وشهوته كلمها وأمرها فراودته أو جادلته أو تأنت عليه في طلبها فغضب فلما غضب قال أنت علي حرام كظهر أمي فحصل منها هذا الموقف قالت لا تقربني حتى آتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا أتته وجادلت وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أراك إلا قد حرمت عليه فاصبر أو انتظري حتى يأذن الله في شعرك أو حتى ينزل الله في أمرك قرآن فحصلت نتيجة هذه المجادلة والمفاوضة والحوار على سبيل المنازعة والمغالبة والمراد هنا الكلام ومراجعة الكلام أي معاودته ومعنى قد سمع الله أي قد سمع سماع إجابة إثبات صفة السمع لله عز وجل في مبدأ الآية صدرها وفي عجوزها ختمت إن الله سميع بصير والمعنى قد أجاب الله دعاء خولة التي تكلمت في حق زوجها استفتاء وهل هذا من الغيبة لا جاءت شكة الحال والغيبة ذكرك أخاك بما يكره ليست على إطلاقها فيه مواضع يجوز فيها الغيبة ما هي سبعة مواضع قد جمعها الناظم بقوله والقدح ليس بغيبة في ستة ما هي متظلم أحسن يعني اللي عنده ظلامة يجيء للقاضي ويقول هذا ظلما ومعرف 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 ومحذري المعرف يقول فلان بن فلان قال ما عرفته قال فلان القصير مثلا أو الطويل هو ما أتى به لذنه وغيبته وإنما أراد التعريف ومحذري تحذير من الفسق والظالم والفاسق والكافر والمعتدي ليس بغيبة ومحذر ومجاهر فسقا الذي يجاهر بالفسق ومصر عليه يذكر باسمه حتى ينكر عليه ومجاهر فسقا ومستفت هنا خوله بن فعلبة استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الحكم ويجوز أن يكون هذا من باب القضاء لأنه حصل بينهما خصومة ومما يدل على الفتوى في آكد الدلالة حديث هند امرأة أبي سفيان إن أبا سفيان رجل شحيح كيف تقول المرأة عن زوجها هذا الكلام لكن أرادت أن تستفتي الرسول عليه الصلاة والسلام لتنظر هل يحق لها أن تأخذ من النفقة أو لا ومستفتر وكذا ومن طلب الإعانة في إزالة منكري إذن إذن هذه مما يجوز ذكر الغيب من الظهار في هذه الآية بغير وجه مشروع وسبب مقبول قد سمع القد هنا قد للتحقيق قد سمع وقرأ أبو عمر وحمزة والكساء قد سمع بإدغام السين في الدال قد سمع وقرأ الجمهور بإظهارها قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وفي آية المجادلة تتبين أيها المتحدث أيها المحاور أيها المجادر في هذه القصة وفي غيرها أن الله يسمعك فتصدق القول هذه يعني مهمة جدا من الفوائد أن الله يسمع إذا جاك المغتاب أو النمام أو من يريد أن يوقعك في أي شيء أو يؤذيك فعظه وذكره بالله وأن الله يسمع كلامه قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وأيضا هذا فيه فيه تغلير على شأن من يتحدث أو يتحدث فيه ولا سيما إذا شكي إلى الله من يشك إلى الله فإن الله عز وجل حري بأن يجيب من يشتك إليه فاحذر أن تكون ممن تشتك إلى الله بأذاك أو بوقيعتك في أخيك المسلم في أي أمر من الأمور وتشتك إلى الله جملة معطوفة على تجادلك وتشتك فهي معطوفة على تجادلك أي تشتك إلى الله تتضرع إلى الله عز وجل أن يبين فيها حكما وأن يخرجها من هذه المشكلة التي وقعت فيها مع زوجها لأن خصام الزوجة مع زوجها من الأمور المشكلة ترتب عليها مشكلات كثيرة الطلاق مثلا ولا نقول الظهار لأن الظهار محرم لكنه حصل في مثل هذه القصة وأيضا ما يقع على الأولاد من تشريد وما تعيشه الأسرة من قلق وتوتر واكتئاب فهذا حال يشكى إلى الله وفيه مكروه ومشقة والدعاء الدعاء مما يعين على تفريج هذا الأمر ولماذا ما الحكمة في قد سمع الله في ذكر قد مع أنه لو جاءت سمع الله بدون قد لكفت المراد هنا التأكيد مثل لقد سمع الله قولا الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لقد سمع الله قولا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهنا دخلت اللام على قد فتكون أبلغ في التأكيد وهنا إشعار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم والمجادلة كان يتوقعان أن يزل الله حكم هذه الحادثة ويفرج عنها كربها لأنها إنما تدخل على ماض متوقع يعني متحقق وهذا ما حصل فعلا قد سمع الله فأجاب وأنزل الحكم الشرعي في هذه الواقعة أو النازلة والمجادلة هنا خولة بنت تعلبة ابن مالك ابن خزاعة الخزرجية الأوصارية وزوجها أوس بن الصامت أخ عبادة ابن الصامت صحابي جليل روي أنها كانت جميلة وأنها حسنت البدن فرآها أوس وهي تصلي فاشتهى مواقعتها فلما سلمت من الصلاة راودها فأبت وكان فيه رغبة شديدة إليها فغضب عليها بمقتضى البشرية الرجل إذا أمر زوجته ولهذا لا يجوز للزوجة إذا أمرها زوجها أن تعصيه في الفراش أو في غيره بل يجب عليها أن تبادر إلى أن تتجمل له فكيف إذا أمرها فغضب عليها وقال أنت عليك ظهر أمي كان هذا أول ظهار وقع في الإسلام أول ظهار وقع في الإسلام ظهار أوس بن الصانت لزوجه من زوجه خولة بنت ذعلبه فلما قال هذا ندم على ما قال بناء على أن الظهار والإلاء كان من عادات الجاهلية وكان طلاقا فقال لها ما أظنك الرسول عليه الصلاة والسلام إلا قد حرمت عليه فشق ذلك عليها أيضا وزوجها أغال عليها وأم أولاده ولهذا قالت لي منه صبية إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا وكان هذا من مسوغات الرحمة والرقة في يعني إنزال ذلك الحكم دفعا للمشقة عنها وعنه رضي الله عنهما فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته وعائشة كانت تغسل شق رأسه فقالت يا رسول الله إن زوجي أوسى بن الصام أبو ولدي وابن عمي وأحب الناس إلي ظاهر مني وما ذكر طلاقا وقد ندم على فعله فهل لي من شيء يجمعني به أو يجمعني وإياه قال صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه فقالت لا تقول ذلك يا رسول الله وذكرت فاقتها ووحدتها بتفاني أهلها وأن لها صبية صغارا فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم قوله الأول حرمت حرمت فجعلت تراجعه حتى أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قالت أشك إلى الله مما لقيت من زوجي حال فاقتي ووحدتي وقد طالت معه صحبتي ونفضت له بطني تريد بذلك أني قد بلغت عنده من سن الكبر وصرت عقيما لا ألد بعد وكان في ذلك ترفع رأسها إلى السماء تشتكي إلى الله شف وانظر إلى أيضا تحري الإجابة على ما هو عادة الناس استنزالا للأمر الإلهي من جانب العرش وتقول تشتكي إلى الله وتدعو اللهم أنزل على لسان نبيك فقامت عائشة رضي الله عنها تغسل الشقة الآخر من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ما زالت في مراجعة الكلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وبثت الشكوى إليه سبحانه حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات الأربع سمعا لدعائها وقبولا لشكواها وكانت سببا في إبراز هذا الحكم في الشريعة لظهور حكم الظهار وجملة قوله والله يسمع تحاوركما في محل نصب على الحال أي وتشتكي إلى الله حالة سماع والله يسمع تحاوركما حالة سماع الله تحاوركما هذا وجه في إعرابها والوجه الثاني أنها مستأنفة جارية مجرى التعليل لما قبلها أي قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما علة ذلك يعني القبول والسماع للشكوى سماع الله لتحاوركما أي والله يعلم تراجعكما في الكلام وتحاوركما وتخاطبكما في أمر الظهار فإن التحاور التجاوب ومراجعة الكلام من الحور من الحور وهو الرجوع ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من الحور بعد الكور يعني أن أرجع إلى المعاصي بعد أن تبتو منها وبرجوع المجادلة إلى طلب التحليل كذلك ومثله المحاورة في البحر العلمي والمناظرة والمناقشة الحور بعد الكور الرجوع إلى النقصان بعد الوصول إلى الزيادة أو إلى الوحشة بعد الأنس وصيغة المضارع والله يسمع تحاور كما للدلالة على الاستمرار استمرار السمع حسب استمرار التحاور وتجدده والجملة استئناف والجملة مستأنفة جارية مجرى التعليل كما قلنا في أحد الوجهين فإن إلحاحها في المسألة ومبالغتها في التضرع إلى الله ومدافعة النبي عليه الصلاة والسلام إياها بجواب منبئ عن التوقف وترقب الوحي وعلمه تعالى بحالهما كل ذلك من دواعي الإجابة وختم هذه الآية بهذين الإسمين العظيمين بتأكيدهما إن الله سميع إن الله هنا إن ناصب للتأكيد إن الله سبحانه سميع أي عظيم السمع أو كثير السمع يسمع كل مسموع يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء في الصخرة الصماء فما بالكم بما هو فوق ذلك سميع بصير أي كثير الإبصار يبصر كل مبصر ومن جملة ذلك هذه الحال من المجادلة بينك وبين خوله وأيضا من قضيته أنه يسمع التحاور ويرى ما يقارن من الإشارات والهيئات والقرائم التي من جملتها رفع رأسها إلى السماء وسائر آثار التضرع فإن ذلك من أمارات الإجابة ونزول الحكم الشرعي وفي ذلك دليل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق ولم يبق له في مهمة أحد سوى الله وصدق في دعائه وشكواه أن الله يكفيه ما أهمه ومن كان أضعف فالرب به ألطف من كان أضعف كان الرب به ألطف هذا على سبيل العموم وفي قصة خوله بنت ثعلب على سبيل الخصوص يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع ما لي سوى قرع لبابك حيلة ولئن رددت فأي باب أقرع حاش لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع وهذه بشارة لكل مظلوم ونذارة وبشارة لكل مكلوم وليبشر إخواننا في فلسطين وفي غزة من ظلم الصهاينة عليهم بقرب نصر الله لهم روي أن عمر رضي الله عنه مر في خلافته بخوله بنت ثعلبه وهو على حمار والناس معه فاستوقفته طويلا ووعظته ووعظته وقد وعظتنا جميعا ووضع ووعظت هذه الأمة كلها وقالت يا عمر قد كنت تدعى عمير ثم قيل لك يا عمر ثم قيل لك أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر فإنه من أيقن الموت خاف الفوت ومن أيقن الحساب خاف العذاب وهو واقف يسمع كلامها فقيل له يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف الطويل فقال رضي الله عنه والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره ما زلت أسمع لها إلا للصلاة المكتوب أتدرون من هذه العجوز إنها خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر رضي الله عن عمر ما أعدله وما أكرمه وما أوفاه مع هذه الصحابية الجليلة ومعنى هذه الآية أن الله سبحانه سمع شكوى المرأة وهذه المجادلة في شأن زوجها وبث أمرها إلى الله وسمع ما سمع من تحاورها معك والله سميع لما يقال بصير بحال عباده أنزل الله فيها ما أزال غمتها وفرج كربتها وأنت أيها المكروب أيها المغلوم أبشر بنصر الله لك وبفرج عاجل من عنده سبحانه فالله الله في الإلحاح بالدعاء والإقبال عليه بل وفرج كربتها وأقر عينها وبل بها به ريقها أي زوجها وأرجعها إلى كنثها وصبيتها وبيتها الذين كانوا مصدر شقوتها وبهم اغتسلت وتعللت واحتجت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية آية عظيمة وفيها من الفوائد والحكم والهدايات الشيء الكثير قد سمع إثبات سمع الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته ثمين الإجابة قد سمع قد كما قلنا لتحقيق الإجابة إجابة الله لأوليائه بتفريج كورة بهم أبشر بخير فإن الفارج الله وقضاء حوائجهم فله الحمد وله الشكر في هذه الآية دليل على أن من قطع رجاؤه عن الخلق ولم يبق له في مهمة أحد فيما أهمه أحد سوى ربه وصدق في دعائه وشكواه كفاه الله في ذلك ومن كان أضعف فالرب به ألطف ثالثاً إثبات صفة السمع والبصر وأيضاً هذه الصفات العظيمة وصفات الله كلها تثبت على ما يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السمع البصير من دون تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل فلا نقول إن الله يسمع كسمع البصر أو مثلاً بأذن كأذننا أو نخوض أو ندخل في هذه التفاصيل سمع يليق بجلاله وعظمته سبحانه وبحمده قد سمع الله قولاً التي تجادلك مشروعية المجادلة والمجادلة ومشروعية الحوار أيضاً في أي أمر من أمور الدين والله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير وفي هذا أيضاً الحث على الإقبال على الله والبعد عن المعاصي لأن الله يسمعك ويراك الحديث باختصار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم وامرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال لا يمنعها فلا يمنعها ممتاز هذا وجه والوجه الثاني فلا يمنعها على أن لا نافية الثاني والأول على أنها ناهية لا تفعل نعم قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن والله لنمنعهن والله لنمنعهن نعم والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لمسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله هذا الحديث الرابع من كتاب الصلاة باب فضلي صلاة الجماعة ووجوبها كانت الأحاديث الثلاثة السابقة في وجوب صلاة الجماعة على الرجال فما حكمها بالنسبة للنساء هذا موضوع هذا الحديث هذا عنوان حكم صلاة الجماعة للنساء أو حكم حضور النساء الجماعة هذا الحديث عند البخاري وعند مسلم فالحديث صحيح كما شرط المصنف رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام أن لا يستشهد إلا بالأحاديث الصحيحة قال إذا استأذنت الاستئذان استفعال من طلب الإذن قال سبه سبا ما سمعت مثله قط قط بالتشديد أي فيما مضى وأبدا فيما يستقبل لا تمنع إماء الله جمع أمة أمة الله الأنثى يقال لها أمة الله لا تمنع إماء الله جمع أمة من جمع المضاف فيعم جميع النساء لا فرق بين الشاب وبين غيرها وهذا فيه أيضا دليل على أن عدم المنع للجميع للفتيات ول غيرهن وفيه إشارة لأنهن إماء الله مملكات له لسن مملكات لكم أيها الرجاء وفي هذا تكريم للمرأة النساء إماء الله ليست أمة عند زوجها ولا عند حتى في بيت أبيها مكرمة ومعززة هذه إشارة إلى الرجال الذين يؤذون أزواجهم ويمنعونهن فهن لسنا إماء عندك وإنما هن إماء الله ويردن بيته رغبة في الخير ومضاعفة الأجور كما أنكم عبيد الله أيها الرجال ومماليكه والمعنى يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأزواج عن أن يمنعوا أزواجهن أزواجهن من الذهاب إلى المسجد إذا استأذن وكان بلال بن عبد الله بن عمر موجودا فمن غيرته قال والله لنمنعهن وفي هذا اعتراض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي دعا أباه إلى الغضب عليه وسبه سبا شديدا وهذا دليل على أهمية السنة والوقوف عندها ومتى بلغت السنة القولية أو الفعلية الإنسان فيجب عليه التسليم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وهذا الأمر قد يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يتغير الزمان فتحدث من الفتن ويتوسع النساء في الزينة فحملت بلال غيرته على النساء فقال ذلك فذلك من باب الغيرة وليس اعتراضا أبدا ولا يظن بالصحاب أن يقصد الاعتراض على حكم الله عز وجل وإنما على الفعل الذي يقع من بعض النساء فعامله وأبوه بظاهر كلامه وحمله الغضب لله ورسوله أن سبه سبا شديدا وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يجب أن تسمع وأن تطيع وأن تسلم وتقول والله لنمنعه يعني تخالف وفي هذا مشروعية الغضب إذا انتهكت حرمات الله في هذا الحديث مسائل نقولها على عجالة مناسبة الحديث للباب الأحاديث الأولى في هذا الباب في صلاة الجماعة للرجاء ماذا عن النساء جاء حديث ابن عمر وهو الحديث الرابع حكم خروج النساء إلى المساجد ما حكم خروج النساء إلى المساجد اتفق العلماء على أن خروج النساء إلى المساجد مباح مباح يعني جائز وإن كانت صلاتهن في بيوتهن خير لهن وأفضل ما الدليل على أن أنه مباح قوله عليه الصلاة والسلام فلا يمنعها فلا يمنعها على الوجهين وقال لا تمنعوا إماء الله وجه الدلالة أن مقتضى عدم المنع الإباحة لأنه لو كان ممنوعا لما أبيح لأن الخروج لو كان ممنوعا عليهم لم ينهى الرجال عن منعهن إذا استأذن وحديث عائشة أن النساء كنا يصلين الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف النساء متلفعات بمروطهم لا يعرفهن أحد من الغلس دل على أن النساء كنا يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا واضح الدلالة المسألة الثالثة حكم إذن الزوج لزوجته إذا استأذنت فهل يأذن لها اختلف الفقهاء على قولين القول الأول يستحب أن يأذن لها لما سبق فلا يمنعها أو فلا يمنعها وقيل إن النهي لكراهة التنزيه وقيل أيضا أن النهي للتحريم وهذان قولان في النهي إن حق الزوج في ملازمة الزوجة لسكنه وبيته وإعداده وإعداد بيته وإعداد زاده له فإذا أتى وهي في المسجد قد تكون حقوقه قد خسرت فيها ولو كان المنع للتحريم لكان من حق الزوجة أن تخرج دون إذن زوجها أما وقد ارتبط باستئذان الزوج فدل على أن المنع ليس للتحريم القول الثاني أن الإذن لهن واجب وليس مستحب ويحرم منعهن بشرط أمن الفتنة بشرط أمن الفتنة ولا تكون متطيبة ولا متعطرة ولا متجملة ولا متزينة ويدل عليه حديث وليخرجنا تفيلات أن الحديث نهي صريح عن المنع والأصل في النهي التحريم إلا أن يصرف للكراهة وليس ثم تصارف أن فعل ابن عمر أن فعل ابن عمر يدل على تحريم المنع إذ لو كان للكراهة لما أنكر على ابنه هذا الإنكار الشديد وهو بلال لما قال والله لنمنعهن ولا ينكر عليه إلا لأمر لترك واجب أو فعل محرم وأيضا روى مسلم عن ابن عمر قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها أو فلا يمنعها وهذا دليل لعنى لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب وأن النهي للتحريم والراجح والله أعلم أنه لا يجوز منع الزوجة من الخروج إلى المسجد وجوب الإذن إذا انتزمن الشروط تفلات 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 محتجمات محتجبات غير مختلطات بالرجال الشروط المعروفة وهذا هو الراجح والله أعلى وهذا أيضا من مكانة المرأة ولم تزل المرأة إلى اليوم في الحرمين وفي المساجد تصلي لكن بشرط عدم التجمل إذا تقررت إباحة خروج النساء إلى المساجد ووجوب الإذن وتحريم المنع فإنه مشروط بشرطين ألا يمسسن طيبا لقوله وليخرجن تفيلات أي غير مت أي غير متطيبات متبذلات تفيلات غير متطيبات فإن تطيبهن يحرم خروجهن لما روى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأة أصابت طيبا أو أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة الثاني أن يجتنبن كل ما في معنى الطيب من التجمل والثياب الحسن والحلي والزينة الظاهرة لما في ذلك من داعية الشهوة وعليه حمل بعض أهل العلم قول عائشة لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل يعني لو رأى إحداث حسن الملابس والطيب والزينة فكيف بزماننا هذا المسألة المسألة الخامسة حكم منع الزوجة من الخروج إلى غير المسجد عرفنا لا يمنعها من المسجد لكن هل يمنعها من الذهاب إلى صلة رحمها إلى بيت أبيها إلى زيارة إخوانها جيرانها إلى السوق إلى أي شيء أو مكان غير المسجد اتفق أهل العلم على أنه ليس للزوجة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه إذا كان خروجها للمسجد بإذنه فكيف بغيره توجيه الأمر للزوج أن يأذن لزوجته يدل على أنه يملك المنع والقوامة إذ لو لم يكن إذنه معتبرا لما أمره الشارع بالإذن لها فهذا تأكيد على أنه لا بد أن تستأذن المرأة زوجها بالخروج وليأذن لها في الأمور المباحة أو الواجبة أو المستحبة ما لم يكن ثم محرم أو منكر وبالشروط التي ذكرناها غير متطيبة ولا متبرجة بزينة وبعض أهل العلم يرى المنى وفي قوله لا تمنع إماء الله مساجد الله إشارة إلى علة الحكم هن إماء الله والمساجد مساجد الله فهذا الحكم مرتبط بعلته فهن إماء الله والعلة أنهن يخرجن إلى مساجد الله وفي هذا دليل عند الأصليين على دلالة الإشارة دلالة الإشارة والإماء إشارة إلى علة الحكم وهي أن المناسبة أنهن إماء الله ويخرجن إلى مساجد الله أن الشارع إذا كان اشترط على الزوجة يستئذان زوجها في خروجها إلى المسجد فمن باب أولى إذا أرادت الخروج لأي أمر من أمور الدنيا الفوائد أولا النهي عن منع النساء عن الذهاب إلى المساجد تكريم الإسلام للمرأة وجوب الاستئذان تجنب كل وسائل الفتنة والتجمل والتطيب عند خروجها عدم المنع تحريم المنع ارتباط الحكم أو الحكم بالعلل الحكم عام في كل من له على امرأة ولاية أو هذا خاص بالزوج الأب له أن يمنع بنته وكذلك الأخ وكذلك الإبن إذا شاء رأى الفتنة له أن يمنعها فإذن الحكم للجميع لارتباطه بالعلل أن للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلا بإذنه لغير المسجد تشديد النكير على من عارض الشرع برأيه قصته بلال حينما سبه أبوه سبا شديدا لمخالفته أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الواجب على من أراد أن يكون كلام الشارع لمعنى تبادر لفهمه أن يراعي الأدب في التعبير عنه أيضا من قصة بلال لا تقل والله لنمنعه أو إذا جاك أي أمر شرع تقل لن أسلم لا تستعجل في الحكم لأمر تبادر في فهمه بل راعي الأدب في التعبير ولا تعترض بل سلم الأمر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من الفوائد تأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا في تغيير المنكر فلما حصل ما حصل من بلال أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه أبوه عبد الله بن عمر فعله وتأديب العالم المتعلم إذا تكلم بما لا ينبغي أو أساء للعلماء أو أساء الأدب معهم هذه جملة من الفوائد من حديث بن عمر في تحريم منع النساء من الخروج إلى المساجد نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يسلح أحوال المسلمين وأن يحقن دماءهم وأن يرزقهم الأمن والأمان والخير والسعادة والاطمئنان وأن يرفع ما ألم بإخواننا المسلمين من الحوادث والكوارث والابتلاءات وأن ينصر إخواننا في فلسطين وفي غزة وأن ينقذ المسجد الأقصى وأن يرحم المستضعفين وأن يتقبلهم في الشهداء وأن يعافي جرحاهم ويشافي مرضاهم وأن يكبت أعداء أعداء الدين وأن يهزمهم من الغاشمين الغاصبين المحتلين وأن يحفظ المسجد الأقصى شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين وأن يحفظ الحرمين الشريفين ويوفق ولاة أمرنا لكل خير ورجال أمننا وأن يبسط علينا أمنه وأمانه ورزقه وخيره في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر